اشتركوا في القناة هذه الخمسة عامة الأساسية هي تنفيذ المنافذ الحدودية تأمينها بشكل جيد توفير اللقاح والعلاج الآمن بشكل كافي وسريع الإجراءات الاستباقية التوعية المجتمعية الصحية وأيضا توفير العلاجات واللقاحات الآمنة كما ذكرنا فبالنسبة للتطايمات واللقاحات البحرين كانت من أوائل الدول عبر التاريخ في توفير هذه اللقاحات فلو رجعنا بالزمن أكثر من مئة سنة نتكلم في عام 1907 كان في عهد صاحب العظم المغفول له الشيخ أيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها تم توفير لأول مرة المصل الواقي ضد مرض الطاعون كما تعلمون في تلك الفترة كان هناك العديد من الأمراض والأوبئة منتشرة في الدول المجاورة فكان توفير هذا اللقاح في عام 1907 سابق للبحرين أيضا التطعيم كان يوضع طبعا بالمجان على الجميع وعلى المواطنين والمقيمين مما ساهم كثيرا في الحد من انتشاره مرورا إلى عام 1924 كانت آخر مرة يحل بها ضيفا تقيلا للوباء الطاعون نتيجة لتوسع حملات التطعيم في ذلك الوقت إذا مشينا شوي بالزمن جدام بنشوف لأول مرة وجود تطعيم ضد الجدري في عام 1927 أيضا في عهد صاحب العظم الشيخ أيسى بن علي آل خليفة وتم توفيره بالمجان في مستشفيات الدولة في ذلك الوقت تأخذنا على نقطة تعزيز البنية التحتية الصحية لمواجهة الأمراض والأوبئة فذلك الوقت كان هناك على الأقل ثلاث مستشفيات في البحرين هم مستشفى الإرسالية الأمريكية عام 1903 مستشفى فيكتوريا التذكاري عام 1905 ومستشفى للنساء والأطفال تابع للإرسالية في عام 1926 فكانت مستشفى فيكتوريا التذكاري هي المنوطة بإعطاء التطعيمات وإجراءات الحجر الصحي والتفتيش على السفن القادمة إلى البحرين وركاب وإصدار شهادات صحية لها فكان تطعيم مرض الجدري موجود منذ عام 1927 واستمر توفيره عبر السنوات اللاحقة أيضا من الأمور الجيدة هو توسيع نطاق التطعيم ليشمل جميع مناطق البحرين فعلى سبيل المثال أيضا كان يتم توفير اللقاح في مجلس الشيخ علي بن أحمد الخليفة أمير الرفاع في ذلك الوقت مما يدل على فتح المجالس من قبل عائلة الحاكمة الكرام لتوسيع نطاق التطعيمات في ذلك الوقت ترجمة نانسي قنقر